بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناءنا الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع الفصل الدراسي الأول درس اليوم ستكون استكمالا للدرس السابق وهو خطة حل المسألة بطريقة الاستدلال المنطقي إذن بداية لابد في المسائل أستخدم الخطوات الأربع طيب ما هي الخطوات الأربع الخطوات الأربع كنا نعرفها افهم خطط حل تحقق طيب ما هي الفائدة من هذه الخطوات مهمة جدا أنا لما أقرأ المسألة قد لا أفهم منها ولكن لما أتبع خطوات معينة واحدة واحدة تبدأ المسألة في الوضوح وفي السهولة لذلك أول خطوة عندي افهم أقرأ المسألة أحدد المعطيات منها حتى مبلازم أكتبها فقط أني أحددها حتى أعرف هذه المعطيات إذا حددت المعطيات اللي أحتاجها والمطلوب بكذا راح تقرأ فقط المعطيات تحسن المسألة بدأت توضح أكثر إذن خطوات نحية افهم خطط هل تحقق في أفهم أحد المعطيات اللي أحتاجها في بعض المعطيات ما أحتاج إليها لكن أحدد اللي يحتاجها بعد كده المطلوب ماذا يريد من السؤال؟ ما هو المطلوب؟ بعد كده أبدأ خطط أحدد بداية الخطة المناسبة عندنا الحل العكسي البحث عن نمط إنشاء جدول رسم صورة تخمير وتحقق إنشاء قائمة تنفيذ المسألة الاستدلال المنطقي وهو درسنا اليوم بعد ما أحددت الخطة أضع الخطة اللي راح أتبعها للوصول إلى الحل أبدأ الآن الخطة الثالثة في تنفيذ الخطة اللي حددتها أخيراً تحقق من حلي هل هو صحيح ولا لا؟ طالما أني حليت أتأكد من حلي حتى أتطمن على حلي إنه صحيح طبعاً هذه طرق التحقق في الحل إذن فكرة درسنا جميع المسائل راح استعمل فيها خطة الاستدلال المنطقي باستطاعة الحل بأكثر من خطة ولكن راح أدربك على طريقة الاستدلال المنطقي مثل ما دربناك على تحديد المعطيات والمطلوب في المسألة عودناك على استخدام الخطوات الأربع لحل المسائل حتى لو كانت المسألة قصيرة سهلة لكن الفكرة أنك تتعود تكون جاهز في مراحل متوسطة والثانوي في المسابقات لحل المسائل والتعامل مع المسائل إذن راح اليوم حسب ما قال لي الآن استعمل خطة الاستدلال المنطقي لحل المسائل التالية تعالوا نشوف أول مسألة عندنا السوال يقول ركب خمسة أشخاص الحافلة في المحطة الأولى وفي المحطة الثانية ركب أربعة أشخاص ونزل شخصان وفي المحطة الثالثة ركب خمسة أشخاص وفي المحطة القبل الأخيرة ركب شخص واحد ونزل أربعة أشخاص فكم شخص أصبح في الحافلة لاحظ المعطيات اللي في المسألة كثيرة ومتداخلة محطة أولى محطة ثانية محطة ثالثة ركب نزل طيب حدد المعطيات لو حددنا المعطيات اللي في المسألة تلاحظ الآن المعطيات نحدد لنشوف المعطيات اللي عندنا المحطة الأولى ركبة خمسة المحطة الثانية ركبة أربعة ونزل إثنان المحطة الثالثة ركبة خمسة المحطة قبل الأخيرة ركبة شخص ونزل أربعة لاحظ البساطة الآن أصبحت كيف سهلة حددت المعطيات بطريقتك أنت ولو كتبتها يكون أفضل ولو كتفيت بتحديدها يكون مقبول ولكن إذا كتبتها رح تستغني عن المسألة وبإمكانك ما ترجع لها مرة ثانية رح أكتب المعطيات الآن هذه المعطيات اللي عندنا حسب ما حددناها وش المطلوب؟ كم شخصاً أصبح في الحافلة؟ هذا المطلوب المباشر طيب رح استخدم خطة الاستدلال المنطقي رح أستدل بهذه المعطيات واحدة واحدة حتى أصل إلى الناتج لاحظ أن المعطيات متعلقة في بعض مرتبطة في بعض إذن رح ناخذها واحدة واحدة إذن خططنا رح تكون الاستدلال المنطقي نبدأ باستعمال هذه المعلومات واحدة واحدة وضعنا الآن المعطيات اللي عندي شف بدايةً ركب خمسة أشخاص في المحطة الأولى ركب ما معنى ركب ركب يعني دخلوا الحافلة يعني وضيفوا إلى الحافلة يعني رح تكون عملية زائد ركب تواجدوا بالحافلة طيب المحطة الثانية ركب أربعة ونزل شخصان ما هي العملية المناسبة مع ركب راح أضيف نزل راح أطرح إذن راح أضيف أربعة وأنقص اثنين ركب أربعة ونزل اثنان راح أكمل أنا أخذ المعطيات أستدل فيها ونحل على خطوة خطوة ألا وسنحط الثالثة في المحطة الثالثة إذن ركب خمسة أشخاص ركب خمسة أضيف ولا نقص هو طلب مني العدد داخل الحافلة إذن راح أضيف يعتبر إيش زائد خمسة طالما ركب نشوف الآن المحطة قبل أخيرة ركب شخص ونزل أربعة ركب شخص إذن راح أضيف شخص واحد نزل أربعة راح أنقص أربعة شفت الآن كيف المعطيات التي استخدمتها أصبحت الآن عندي العملية السهلة أصبحت جدا سهلة أصبح الآن عندي عبارة عن عبارة عددية راح أوجد الجملة العددية تصبح الآن خمسة زائد أربعة ناقص طين زائد خمسة زائد واحد ناقص أربعة لابد أن نوجد الناتج ما هو الناتج؟ يعبر عن ماذا؟ راح يعبر عن عدد الأشخاص اللي بالحافلة لو جمعنا خمسة زائد أربعة ونتبهوا لطريقة الجمع خمسة زائد أربعة بتسعة ناقص اثنين بسبعة زود خمسة الثناش زود واحد ثلاثة عاش ناقص أربعة تسعة إذن أصبحت في الحافلة الآن تسعة أشخاص أنت هنا أجبنا على السؤال تبقى فقط الخطوة الأخيرة نتحقق نتحقق طبعا لو رجعنا للمعطيات نجد أنه تتفق مع حلنا لذلك يصبح هكذا التحقق نشوف مسألة أخرى السؤال يقول يوضح الشكل الأدنى أحد أوجه المكعب هذا أوجه المكعب إذا كانت الأوجه ستة متشابهة فما عدد مربعات الزرقاء في جميع الأوجه لو شرحت المسألة بطريقة المكعب مثلا يأتي بهذا الشكل هذا الشكل هذا الألعب للمكعب طيب هو أعطاني وجه واحد للمكعب هذا شكل المكعب أعطاني وجه واحد فقط يعني هنا دعنا نقول أحد الأوجه هذا الوجه الأمامي في وجه أمامي في وجه خلفي في وجه همين ويسار فوق وتحت هذا أحد الأوجه في المكعب هذا الوجه مقسم إلى مربعات فهمنا السؤال الآن طيب الآن رح أبدأ في الخطوات الأربع في إفهم حدة المعطيات عدد أوجه المكعب إذا كانت الأوجه الستة متشابهة جميع الأوجه مثل بعض إذا نعطي معلومة أن المكعب له ستة أوجه فما عادل مربعات الزرقاء في جميع الأوجه طبعا من نجبت هذه المعلومة عدد المربعات الزرقاء في الوجه الواحد ثمانية هذا يجبت من اوين ما عندي هذه في السؤال أحسنتم واضحة عندي هنا من خلال رسمة أن عدد المربعات الزرقاء الزرقاء ثمانية ثلاثة وثلاثة طبعا المطلوب كم عدد المربعات الزرقاء في جميع المكعب في جميع الأوجه مثل ما قلنا في الوجه الواحد الآن عندي ثمانية طيب في جميع الأوجه في الأمامي والخلفي اليمين واليسار في الأعلى وفي الأسفل كل واحد فيه كم؟ فيه ثمانية فهمت المسألة؟ أصبحت جداً سهلة لكن إذا راح أستعمل طبعاً راح أستدل بهذه المعلومات اللي عندي حتى أتوصل إلى الحل الحل الوجه الواحد فيه ثمانية الوجه الواحد هو أعطاني معلومة أنه فيه ستة وجه الوجه الثاني أيضاً ثمانية طب الثالث والرابع والخامس والسادس إذن كأني راح أكرر الثمانية كم مرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة بحسب أوجه المكعب ست مرات إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة تعبر كل ثمانية عن عدد مربعات في كل وجه لو جمعنا ثمانية زائد ثمانية بستة عش وهنا ست عش وهنا ست عش يصبح 16 مع 16 32 32 زائد 16 بـ 48 إذن هنا 16 هنا أيضا 16 هنا أيضا 16 ألا لو جمعنا 16 مع 16 تصبح 32 زائد 16 يصبح الناتج 48 ماذا يعبر عننا الناتج؟ يعبر عن عدد المربعات الزرقاء في جميع أوجه المكابل إذن راح يكون عندنا 48 عندنا طبعا لابد نجيب على سؤاله إذن عدد المربعات الزرقاء 48 ماذا؟ 48 مربع تبقر دينا التحقق وعندنا طبعا في التحقق بإمكان الاستخدام أكثر من طريقة من هذا الزرق طالما عندي تكرر نفس العدد 6 مرات بإمكان اختصارها بخطوة واحدة وهي الزرق 6 ضرق 8 بـ 48 هذه الشبكة أمامك 6 تكرر الثماني مرات 6 و 6 و 6 أيضا لو رأينا حسب المعطيات أن حل يتوافق مع المعطيات نشوف مسألة أخرى من كتاب التمارين السؤال يقول استطفى الإخوة نواف وعبد الله ومحمد وسعد وأحمد في صف وفقا لأعمارهم إذا كان سعد أصغر من نواف ولكنه أكبر من عبد الله وكان محمد أكبر من الإخوة وكان أحمد أصغر من عبد الله فكيف سيترتب الأخوة هذا النوع من المسائل أفضل خطة نستخدمها له هو الاستدلال المنطقي كيف يصطفون من الأطول من يكون في الأول وهكذا طب تعالي نشوف الآن طبعا ما رح أحل المسألة بطريقة أفهم وطلع المعطيات المطلوب أراح أحدد المعطيات بتحديدها أمامكم لو حددت الآن المعطيات لاحظ كيف تحول المسألة إلى شكل أسأل نواف عبد الله محمد سعد وإحمد في صف طيب أخوة وفق الإعمارهم طيب أنا يهمني أنت في صف إلى الآن معلومات ما توصلني إلى الحال إذا كان سعد أصغر من نواف سعد أصغر من نواف هذه معلومة جدا مهمة عندي طيب ولكنه ولكنه منه سعد ولكنه أكبر من عبد الله معلومة ثانية إذا سعد أصغر من نواف وأكبر من عبد الله محمد أكبر من الأخوة أكبر أموة محمد إذا الآن ثلاث معلومات عندي وثلاث معطيات أحمد أصغر من عبد الله فكيف سيترتب الأخوة؟ لاحظوا الآن بعد ما حددت المعطيات أصبحت المسألة واضحة أكثر طيب تعالوا الآن نبدأ المطلوب طبعا كيف سيترتب الأخوة؟ راح نرتبهم بحسب ماذا؟ بحسب الأطول والأعمارهم وفقا لأعمارهم إذا لاحظ قال لي أعمار راح نرتبهم بحسب الأعمار من الأكبر؟ طيب ورح نشوف الآن طالما عندي الأكبر بحسب العمر الأكبر والأصغر أول معطع تانية ساعد أصغر من النواف هذه أول معطع وضعنا ساعد أصغر من النواف رمزت لنواف وساعد ساعد أصغر إذا النواف هو الأكبر بهذه الطريقة يقول ساعد أصغر ساعد أصغر أصغر من النواف فالنواف الأكبر بأذي الطريقة ولكن سأستخدم الإسلام منطقي طيب ماذا تلان؟ المعطة الثاني ولكنه اللي هو من؟ اللي هو سعد أكبر من عبد الله يعني راح يكون عندي ماذا؟ سعد اللي كان عصى من نواف لكن أكبر عبد الله وين بيكون عبد الله؟ أمام سعد ولا ما من نواف ولا بالأخير؟ في الأخير ليش؟ لأن سعد أصغى من نواف لكن سعد أكبر يعني فيه واحد أصغى منه من أصغى منه؟ عبد الله إذا لحظة الآن ترتيب نبدأ الآن نكمل للمعطة الثالث محمد أكبر الأخوة واضحة جداً محمد أكبر الأخوان وين راح نحط محمد؟ طالما الترتيب بهذا الطريقة راح يكون محمد بالأول أكبرهم يصبح محمد في الأول وبعد كده نفس الترتيب نواف سعد عبد الله المعطة الأخير أحمد أصغر من عبد الله طبعون عبد الله؟ هون عبد الله؟ أحمد أصغر وين بيكون؟ راح يكون أمام ولا خلفه؟ راح يكون خلفه لحنا رتبنا بهذه الطريقة فراح يكون ترتيب حسب الأكبر تخيل المرتبين حسب الأكبر أهياناً يرتبون حسب الأطول ألان حسب الأكبر عمراً؟ إذن راح يكون عندنا آخر معطاء أحمد أصغر من عبد الله راح يكون أحمد في الأخير بهذه الطريقة انتهت المعطيات استدليت جميع المعطيات مرتبطة في بعض ومهمة راح الآن الترتيب أصبح محمد نواف سعد عبد الله أحمد ولاحظ عندنا شيء أيضاً مهم الترتيب بهذه الطريقة يكون ودائماً نرتب بهذه الطريقة حسب ما يطلب مني بالأكبر بالأطول ولكن بهذه الطريقة الآن مرتبين الأخوان على حسب الأكبر عمراً يعني كأن والدهم يقول اترتبوا حسب الأكبر عمراً طبعاً في التحقق تلاحظ أن الحال يتفق مع منطقياً مع المعطيات اللي عندنا راح نشوف سؤال آخر دعت مرام صديقاتها إلى حفل تخرجها فحضرت 12 منهن في الوقت المحدد ثم غادر 3 منهن ووصلت 6 من صديقاتها متأخرات ثم غادرت الحفل إثنتان وأكملت بقية المدعوات الحفل حتى نهايته ما عدد المدعوات التي أكملنا الحفل حتى نهايته لو قرأت المسألة بهذه الطريقة طبعاً بداية قرأت المسألة بالطريقة الصحيحة جداً مهم طيب لو قرأت المسألة ما راح تفهم شيء معلومات كثيرة متداخلة مع بعض طيب وش الطريقة استخدم الخطوات الأربع حدد المعطيات حدد يدوياً طيب نشوف الآن معطيات حدد يدوياً حضرت 2 منهن في الوقت المحدد حضرت 2 منهن غادرت 3 منهن وصلت 6 من صديقاتها غادرت الحفل اثنتان أكملت بقية مدعوات الحفل حتى نهايته ما عدد المدعوات التي أكملنا الحفل نلاحظ من هذه المسألة كلها هذه فقط المعطيات اللي احتاجها وصلت غادرت بقيت وهكذا طيب الآن راح أبدأ طبعاً بالاستدلال المنطقي وهذه أفضل طريقة عندنا أفضل خطة لحل هذا النوع من المسائل هو الاستدلال المنطقي راح أبدأ بداية ب حضرة 12 حضرت يعني أنقص ولا زود حضروا حضروا الحفل إذا راح أضيفهم إلى الحفل أضيفهم يعني ألامة زايد إذا حضروا 12 طيب خادرت ثلاث خادرت كان العملية ماذا؟ أحسنتم عملية راح تكون ناقص إذا نقصنا ثلاث نشوف الآن وصلت 6 من صديقاتها وصلت لاحظة مفردات حضرت وصلت جميعها بنفس المعنى تعطي إشارة إلى أن العملية راح تكون زايد إذا راح أضيف 6 الوصلنا الآن غاترت الحفل إثنتان خادر إثنتان إذا راح يكون ماذا؟ راح أنقص إثنان من المدعوات طيب لاحظ الآن أصبحت العملية سهلة جدا أضيف ثلاثة أنقص أضيف 12 أنقص ثلاثة يعني 12 ناقص ثلاثة زائد 6 ناقص 2 يصبح الآن رات ممنى هذه العملية تصبح 13 لو بتحل مثلاً بالكتاب ما تكتب فقط إجابة 13 لا تكتب الطريقة هذه 12 ناقص ثلاثة زائد 6 ناقص 2 يساوي 13 يتضح من سؤالك أنك حولت هذه المسألة إلى جملة عددية فالتحقق الآن طبعاً إذن التي بقي بقينا في الحفل حتى نهايتها هم 13 في الأخير التحقق طبعاً لاحظنا يتفق مع معطياتنا بكذا طبعاً وصلنا إلى نهاية حل المسائل شكل المسائل اللي نحتاج فيها إلى مثل هذه الخطة وهي أوضح خطة استخدمها في نوع في هذه النوع من المسائل إذا الصف الأطول الأكبر عمراً حسب ترتيبهم إذا قال لي ركبت مجموعة وغادرت مجموعة وصلنا ذهبنا بالطريقة هذه نفس النوع المسائل مباشرة استخدم خطة الاستدلال المنطقي أنت درسنا المسائل جداً مهمة المسائل الشيقة المسائل راح تفيدك ذهنياً تزيد تفكيرك وذكائك حل المسائل كثير تحتاج إلى التدريب حتى تتمكن وتعرف الخطة أنت الذي سيحدد الخطة المعطيات المطلوب وتتحقق من حلك شكراً لكم لإهتمامكم ومتابعتكم كان معكم عبدالل الكثيري من لغة الإشارة أهل الساد عماد الدويب دمتم سالمين في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته